السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي الطلاب. ان شاء الله نبدأ المحابرة الثالثة. هي بعنوان الكيراليتي اند ايزوناريز. هنتكلم شوية عن نوع انواع الايزوهرز. نشوف ازاي نحدد الار والاس لاي مركب. طبعا ده هيفيدنا في دراسة الاس ان وان والاس ان تو. بنقول الاس ان وان بيبقى متبوع او مصحوب براسم فمعنى ان لو بادئ بمركب فهيكون الناتج عندي خمسين في المية من الار وخمسين في المية من الاس. فلازم اكون اقدر احدد بتاع الستارت. وعشان اقدر اه ارسم الكونفجوريشن او بتاع الاند بروبكت. كمان لما بنقول ان الاس ان تو مصحوب باندرجن او كونفجوريشن فمعناها اني لو بادئ بمركب ماتيريال. له اه اه كونفجوريشن فهيكون ناتج بتاعي اس كونفجوريشن. او العكس طبعا لو بادئ باس هتحول الى ار. ولو بادئ بمركب سز هيتحول الى والعكس صحيح. فلازم اكون اقدر تحدد اصلا الى الكونفجوريشن والمركب بتاعي. فلو جينا نشوف الايزومرز فبنقول الايزومرز هي عبارة عن ايه? عبارة عن مركبات يعني بالضبط يعني متشابهة في اللي هي الصيغة الجزائية بتاعتها ولكنها تختلف في خواصتها الكيميائية والفيزيائية. الخواصة الفيزيائية طبعا زي درجة الغليان. الاسميل اللي هي الرائحة يعني ممكن يكون في مركب مركبين ايزومرز واحد اللي هو مسلا رائحة عطرية معينة والتاني يبقى له رائحة مختلفة. السوليبيلتي كمان ممكن يكون في مركب منهم في سولفنت معين والتاني بيبقى انسوليبول. حتى في الشكل بتاعه يعني ممكن يختلف. الكيميكا البروكارتز ممكن نلاقي يعني مركبين مثلا ليهم نفس الصيغة البنائية واحد منهم الكحول والتاني ايتر. طبعا كمية الكحولات تختلف عن كمية الايترات. فالخواص الفيزيائي والكيميائية تختلف تماما للايزومرز لكن الحاجة الوحيدة اللي بتربطهم هي الصيغة الجزائية. فلو جينا نقسم الايزومرز دي هنقسمها الى حاجتين. الكونستيوشنال ايزومرز او الايزومرز يسموها الايزومرات التركيبية او البنائية. والنوع التاني اللي هو الايزومرز الايزومرز اللي الفراغية. او ساعة بيسموها الى سبيشال ايزومرز. سبيشال جاي من كمة سبيس يعني الفراغية. فالستيو ايزومرز دي في داخلها بتنقسم الى حاجتين. نوع يسمى الدياستيريومرز. داياستيريومرز. ونوع تاني يسمى الانانتيومرز. الانانتيومرز دي هي عبارة عن ايزومرات تكون صورة المرآة كل منهم صورة المرآة بالنسبة للاخر زي ما احنا شايفين كده. والدياستيريومرز العكس هي ايزومرز ولكنها ليست صورة المرآة. يعني كل علاقة المركب بالايزومرز بتاعه وليست علاقة الجسم وصورته في النرآة. زي السيز والترونس كده. خلينا نشوف السكيم الجاي ده عشان نشوف بالتفصيل يعني بعض الامثلة في الكونستيوشنال ايزومرز دي. ويعني ايه كونستيوشنال ايزومرز وإيه اللي بيفرقها عن الاستيريو ايزومرز. ونشوف امثلة بقى في الانانتيومرز والدياستيريومرز بالتفصيل. اه هنا لو بنقول الايزومرز او الايزومرات ده هي بتنقسم الى استراكشل الايزومرزم. الاستراكشل الايزومرزم دي هي عبارة عن مركبات لها نفس الصيغة الجزائلين. ولكنها مختلفة في ترتيب الزرات دخل الجزيء نفسه. او بيقولوا هي دفر ان زا اوردر اوف اه 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 طريقة ارتباط الزرات بعضها مختلفة. طب ايه اللي بيفرق بقى ما بينها وبين الاستيريو ايزومرز. الاستيريو ايزومرز هي كمان مركبات اللي هي نفس الصيغة البنائية. او الصيغة الجزائية. ولكنها تتصل بنفس الاي ايه او ده الفرق. الاستراكشل الايزومرز بتختلف في طريقة ارتباط الزرات بعضها. اما الاستيريو ايزومرز بترتبط بنفس الطريقة. ولكنها بتختلف في الارانجمنت في خلينا نشوف الامثلة هي هتوضح لنا الكلام ده. فالايزومرز زي ما قلنا هي بتنقسم الى الاستراكشل الايزومرزم. الاستراكشل الايزومرزم ده في انواع. نوع منه اسمه ايزومرزم. ايزومرزم السلسلة. وده بيبقى شائع جدا في الالكانات. على سبيل المسال لو خدنا مثال البنتان سي خمسة اتش اتناشر. البنتان له ايزومرز كتيرة. يعني مثلا هنا عندي بنتان. هنا هنلاقي ان الخمسة يعني كلهم على استقامة واحدة او متصلين في سلسلة سي 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 بوند. يعني الخمس زرات كربون على استقامة واحدة. بدأ بيحصل تفرع في السلسلة. بقى عندي سي 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 اربع زرات اي كربون. بعدين عندي تفرع على الكربون رقم اتنين. النشأة عندي اللي هو التوميثايل بيوتان. التوميثايل بيوتان اللي هو بنطلق عليه الاسم الشائع بتاعه اللي هو الايزو بنتان. طب لو حصلوا تفرعين على رقم اتنين. بقى عندي واحد اتنين. ثلاثة. بقى عندي اتنين اتنين دايميثايل. آآ بروبان. فلما حصل عندي امكان ما فيش تفرعات ده بنسمي نورمال بنتان. لما حصل تفرع واحدة عند رقم اتنين. اللي هو التوميثايل بيوتان او الايزو بنتان. آآ ولما حصل تفرعين عند رقم اتنين ده اللي بنسمي اتنين اتنين دايميثايل بروبان او اللي هو الاسم اه الشائع تعالوا النيو بنتاني. فده اسمه ايه? اللي هو الايزو ماريزم. فهنا حصل اختلاف في ارتباط الزرات ببعضهم. فده ما كان عندي من الكربون من خمس زرات كربون متصلين ببعض? لا بدأ يحصل ايه? تفرع. بدأ يحصل تفرع او تفرعين. طيب خلينا نشوف المثال البعدي كنوع من الايزو ماريزم كمان اللي هو الايزو ماريزم. هنلاقي هنا يعني مثال عندنا الوان بيوتانول والي والتو بيوتانول. الاتنين دي هم نفس الصيغة الجزائية سي اربعة اتش عشرة او. ولكن اه لما حصل عندي هنا الو اتش موجودة عند الكربون نمبر وان. فبقى ده الوان بيوتانول. ولما اه اه اتوجدت عند الكربون رقم اتنين فبقى الواتو بيوتانول. فهنا بنقول ان الايزو ماريزم بيختلف في الوردر ترتيب ارتباط الزرات ببعضها. هنا عندي اه سي سي او اتش. هنا عندي اه يعني عندي هنا سي 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 بعد بعد تلات زرات كربون حصل التفرع. انه هو فيه الو اتش ده. انه بعد بعد كان بعد اربعة زرات كربون حصل التفرع. فيقولك هنا انه حصل اختلاف في ايه في ارتباط الزرات ببعضها. طريقة ارتباط الزرات ببعضها. طيب في النوع الثالث اه الوال فونكشن جروف. ايزو ماريزم. كمان هنا حصل اختلاف ترتيب ارتباط الزرات ببعضها. انشوف يعني عندي مركبين. لهم نفس الصيغة الجزائية. سي اتنين اتش ستة او. اللي هو الالكول. اللي هو الايثاي الالكول. سي اتش سري سي اتش دو اتش. وهو نفس الصيغة الجزائية للايثر. اللي هو سي اتش سري او سي اتش سري. هنا حصل اختلاف ترتيب الزرات ببعضها. ازاي عندي هنا سي او سي بون. كربون اكسجين كربون. هنا ما عنديش كده. عندي كربون كربون اكسجين. المثال ده ازم يعني يوضح قوي حكاية اه اللي هو ازاي الزرات بتاعتي مرتبطة. هنا ايه كربون كربون اكسجين. هنا كربون اكسجين كربون. فهو ده اللي بنقصد بيه ان اختلف ترتيب ارتباط الزرات ببعضها. هنا عندي اتنين كربون سي او بون. عندي سي او بون. عندي يعني ربطين من نوع سي او بون. هنا ما عندي ربطة واحدة بس. كربون اكسجين بون بواحدة بس. هنا عندي او اتش بون. اكسجين شيلة هايدروجين. هنا ما عنديش او اتش بون. ولكن في المجمل انا عندي صيغة جزائية واحدة. سي توق اتش او اتش سكس او. وطبعا المركبات دي بقى سواء كان عندي ايزوماريزم اللي هو الايزوماريزم السلسلة او اللي هو الايزوماريزم المكاني. معنا انه بتختلف مكان الفانكشن جروب. هنا اللي او اتش كانت عنده واحد هنا عند اتنين. فبيسموه بوزيشن من عشان كده. فانكشن جروب ايزوماريزم المجموعة الوظيفية. كان عندي هنا مجموعة زبا او اتش. فان هنا عندي ايزار لينك. كل المركبات دي بيختلفوا فيما بينهم في القواص الفيزيائية والكيميائية ويرتبطوا فقط في ايه? انهم مشتركين فقط في الصيغة الجزائية. طيب خلينا نشوف ايه هو الاستيريو ايزوماريزم. الاستيريو ايزوماريزم من التعريف بتاعه هنا هو نوع من ايه طبعا نوع من الايزوماريزم ليهم نفس زي ما قلنا نفس الصيغة الجزائية. ولكن ويرتبطوا بنفس الطريقة نفس طريقة ارتباط الزرارة. يعني هنا مثلا خلينا نشوف تستيريو ايزوماريزم عندنا منها نوع الار والاست ايزوماريزم او اللي هي نطلق عليه اسم الانانتيوماريز. المسكيم الاولاني هنشوفه هو ايه معناه الانانتيومارز دي يعني ايه? الانانتيومارز دي الار والاس نطلق عليه اسم ايه? الانانتيومارز. الانانتيومارز ديه عبارة عن هلاقة الجسد صورته في المرآة. اللي مركبين صورة المرآة بالنسبة للبعض. يعني على قطر هنا مرآة وهمية. هلاقي الهايدوجين صورته تنعاكس. هناك اهي. الفلور صورته اهي. الكاربون. كل زرها تلاقي لها صورة وكأنهم ايه? اه جسم وصورته في المرآة. ده بنطلق عليه اسم الايه? الانانتيومارز. يبقى هي عبارة عن ايزومارز. علاقتها بعضها علاقة الجسم وصورته في المرآة. اه مفيش هنا يعني ايه هنلاقي هنا ان ايه طريقة ارتباط الزرارات بعضها واحد. يعني عندي كاربونة حواليها اربع مجموعات عبارة عن ايه? هيدروجين فلور فلور فلور. هنا كمان. هيدروجين فلور فلور. ولكن اللي حصل ايه بس? مجرد روتيشن في الفراغ او وضع الجزء في الفراغ. لو بدلنا بس الكلور ما كان الفلور فانا حصلت على ايزومار افر. اه لكن ايه مفيش اختلاف او وهما connected in the same way. بنقول ان هما متصلين بنفس الطريقة. كاربون حواليه اربع مجموعات اللي هو هيدروجين فلور فلور نفس الكلام ولكن بشكل في الفراغ ايه مختلف. اه هنا كمان النوع التاني من الستيريو ايزوماريزم اللي هو ال اي زد ايزوماريزم. وده نوع من الدياستيريو. داستيريو مارز. داستيريو مارز. يبقى الستيريو ايزوماريزم. في نوعين الانانتيومارز اللي هي الارو الاس ايزوماريز. الدياستيريو مارز منها ال اي والزد. زي ما احنا شايفين كده ده مسال ان هو التو بيوتين. وان هو الزد التو بيوتين. عندنا مجموعتين المسائل موجودين في اتجاه واحد. فبل هو الزد او السيدز. الزد او سيدز. حالة التو بيوتين بيبقى عندي المجموعتين في عكس الاتجاه. وده بنطق عليه اسم ال اي او ال اي ترانس. الاتنين دي هم نفس الصيغة. الجزائية. ولكن بيختلف في الخواص الكيميائي. طيب هل هنا ترتيب ارتباط الزد ببعضها مختلف? لا. عندي كاربون 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 كاربون. اربعة كاربون مفاصلين ببعض اهو. سيدا بربون بسي. وكل كاربونة. كل كاربون شايلة ميسايل وشايلة هايدروجين. الكاربون دي شايلة ميسايل وشايلة هايدروجين. هنا كمان في حالة الترانس ايزمر. كاربون 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 كاربون. سيدا بربون بسي. كل كاربون منهم شايلة هايدروجين وشايلة ميسايل. شايلة هايدروجين وشايلة زايا. الفرق بس في ايه? ان وضعية المجموعات الفراغ مختلفة. حصل فبالتالي يعني يدننا ايزومار جديد. الزل تحول الى ايزومار. اذا حصل حوالين الكاربون دي. المساء يتنزل تحت الهايدروجين يطلع فبالتالي احصل على ايزومار. ديستيريومار معناها ايه? معناها هي ايزومارات. علاقتها بعضها ليست علاقة الجسمة وصورة المرآة. يبقى ليست صورة مرآة بالنسبة لبعضها. يبقى الانانتومارس صورة مرآة كل من هما لو حطينا مرآة كده نلاقي ان كأن ايه? الصورة بتانعكس. اما السيزو ترانس يعني ليست علاقة ايه الجسمة وصورة ايه في المرآة. خلينا نشوف الاول السيزو ترانس ايزومارس. زي ما احنا قلنا. ازا وجدت المجموعة في نفس الاتجاه. فده اسم السيز ايزومار. ازا وجدت في عكس الاتجاه. فده طب ايه هو الشرط بقى ان انا يبقى عندي السيزو ترانس. يبقى لازم طبعا يبقى عندي هنا. لو انا بتكلم على مركب في الحالة دي. آآ فتكون كل كربون كل كربون كل كربون شايل لما جمعتين مختلفتين. كربون شايلة شايلة كربون ها شايلة ميصايل شايلة اتش. المهم ان كل كربون منهم شايلة مجمعتين مختلفتين. مثلا لو شفنا المسال ده هنلاقي ان في اهي تمام طيب. طيب. و لكن عندي في كربون الاولانية دي شايلة ميصايل شايل لكلور. تمام? طب الكربون التانية شايل لهايدروجين وهيدروجين. خلاص يبقى المركب ده بقول ان هو ليس له ايزومارس. هاز نو ايزومارس. طيب المركب التاني. طب اه عندي سيدة ببوند سيد. مجموعتين مجموعتين متشابهتين. اول ما لا ايه? كربون منهم شايل لمجموعتين متشابهتين. خلاص على طول اقول ان هو هاز ايه نو ايزومارس. مالوش ايزومارس. اه دي امثيلة هنحدد فيها. قلنا بسيزو ترانس طيب الاي والزرد ده هو سيستم اه وضعه العلماء اللي هو كان انجولد بريك بريلوغ. هم كمان اللي حطوا نظام التسمية بتاع الار والاس. اه لو انا عندي سيدة ببوند سيد وكل كربون متصلة يعني عندي اربع مجموعات مختلفة. كل كربون شايلة مجموعتين مختلفتين. يعني مثلا خلينا نشوف المسال ده. هنا عندي الكربون دي. عندي سيدة ببوند سي الكينة هو. الكربون الاولى شايلة كلور. وشايلة نيسايل. الكاربون التانية شايلة في ار وشايلة هايدورجين. هنا هقول سيز وترانس على اساس ايه? طالما المجموعات كلها اختلفت خلاص احنا بننجأ بقى لاليه لنظام تاني في التسمية. وهو ده النظام اللي هو يعني اللي يعني بقى معمول بيه اللي هو ال اي والز. فهنشوف كل كربون هنمسكها على حدة. فهنشوف الكربون الاولى. ونلجأ لنظام ال ايه اللي هي الاولويات. اه ال هاي هنقوم هنا هاي برايوريتي واللو برايوريتي. فهنا عندي الكربون الاولى. هنينه نغض كل كربون على حدة. الكربون الاولى. شايلة كلور وشايلة اه مين اللي لها هاي برايوريتي? هنمسك بايه? الكلور طبعا موجود في المجموعة السبعة. فبالتالي هو اه اه اتوميك نمبر اعلى. اعلى من ايه? من الكربون احنا بنقارن بزره بزره. يعني عندي هنا اه كربون وهنا عندي كلور. فيبقى الكلور هو الهاي برايوريتي. ده الهاي. ونشوف بعد كده الكربون التانية. الكربون التانية شايلة بي ار وشايلة اتش. طبعا الاتش اول ما شوفه خلاص ده لو برايوريتي. البي ار هي هاي برايوريتي بالنسبة للايه للهايدروجين. فبقى عندي هنا الهاي برايوريتي الاتنين موجودين في نفس الاتجاه. او 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 ده من المرسلين في نفس الاتجاه. في الحالة دي بقول ده ده زبت اللي هو يعني اللي كنا بقول عليه قبل كده يبقى في نفس الاتجاه سواء كانوا اعلى او اسفل فبقول ده اه الزبت يعني. طيب هنا العكس بقى لو انا عندي عكست بس لو لو اللي نزلناها تحت وطلعنا الميسايل فوق فاصبحت الهاي برايوريتي اللي هي الكلور اعلى من الكاربون طبعا هنا برضو بيمقارن كل الكاربون على حدة كل الكاربون على حدة من طوع ده بالبوند هنا سي وهنا سي ال اصبحت الهاي برايوريتي للسي ال هنا اه ونشوف الكاربون التانية شايلة بي اار شايلة اتش فاصبحت الهاي برايوريتي هي اعلى. فالهاي برايوريتي في عكس الاتجاه بقى الايزمار اي. نشوف بعد كده المسال التاني. اه هو حدد على اه اساس اي ده الزد ايزمار وده الاي ايزمار. اه اه دي هنمسك كل الكاربون على حدة. الكاربون دي متصلة بمجموعتين مختلفتين. والكاربون دي متصلة بمجموعتين مختلفتين. اذا اقدر احدد الاي والزد. لو لقيت واحدة منهم واحدة من الكاربونز دي. اللي هم بتوع الدبل بوند. شايلة مجموعتين متشابهتين. هقول على طول مركب هزنه ايزمار. وابدأ اشوف الأسئلة الكاربون. ايزمار المجموعة المتصلة بالكاربون الاولى. وايزمار المجموعة التانية. يا تره مين فيهم ولا تبقى الهال؟ هنشوف. هنا عندي الا اول حاجة عندي هنا دي كاربون ودي clause. انا مقدرتش احكم من الكاربون الاولى يعني يعني هنا ديравствуйте الهال. دي مقدرتش احكم من اول اتصال بالسيدا والبونز سي مين اللي هيها هاي ترايورتي دي كاربون ودي كاربون. هبدأ اشوف الكاربون دي متصلة بايه? الكاربون دي متصلة بـ H و H و Oxy. شايلة ذرتين هيدروجين و Oxy. ايه اتم? طب هنا الكاربون دي متصلة بايه? متصلة دي. كاربون وكاربون وهايدروجين. لأ يبقى الكاربون التاني ده هات الياس H تو H. هيكون ليها اولوية. اولوية ليه لان الكاربون ده هات. الكاربون دي شايلة. اكسجين. وهايدروجين. وهايدروجين. اما الكاربون ده هات اللي انا ما قدرتش تحكم منها بالاول. شايلة ايه? شايلة كاربون كاربون وايه وهايدروجين. يبقى بنرتب كده. اهي C و C و A و H. هنا ترى ما تواجد عندي اكسجين. خلاص الاكسجين هيبقى له اولوية. يبقى ازا الس T H تو H. ككل هي خلاص مجموعة لها اولوية عن مجموعة الايزو تروبيل. يبقى الهايدروجسي ميتايل جروب دي اعلى في الاولوية بتاعتها من الايزو تروبيل جروب. طيب نشوف بعد كده الكاربون اه التانية في الايه? سي ده في البوند سي. شايلة كلور وشايلة كاربون. لأ يبقى في الحالة دي. الكلور له عن الكاربون. يبقى هنا موجودة تحت. وهنا موجودة تحت. يبقى الهايدروجسي موجودين في نفس الابتجاه. ازا ده الايزو مار زرد. وطبعا العكس ازا حصل روتيشن او اه ما بين هنا السي ال اللي طلعت فوق والسي اتش تو السي ال نزلت تحت هيبقى هنحصل على الايزو مار المعاكس اللي هو الايزو مار اي. يبقى العملية يعني بتعتمد على اني بحدد الاولويات. بقى شوف كل كاربون في السي ده البوند سي على حدة. كل كاربون الاولا لازم تكون متصلة بمجموعتين مختلفتين. هنا عندي سي. عليها سي ال وميسايل. هنا سي. عليها بي ار و اتش. يبقى خلاص اقدر احدد هل المركب اي ولا زل. امسك كل كاربون على حدة. اشوف هنا الزرتين المتصلين بالكاربون. مين فيهم اللي لهم الاولوية? الاولوية الاعلى. احدد الهاي برايورتي. اشوف الكاربون التانية احدد لها كمان هاي برايورتي. ازا طلعوا هاي برايورتي ان زا سين دايوريكشن. فده الايزومار زب. ازا طلع هاي برايورتي ان اوبزت دايوريكشن. فده يبقى الايزومار اي. هنشوف بعد كده حكاية الاي والاست او الاي عندي قنز بقى. حكاية الكيراليتي. يعني ايه كلمة كيراليتي؟ كيراليتي معناها دي جاية من كلمة الجريك اليونانية اللي هي ايه مصطلح يعني معناها كلمة ايه يد؟ له علاقة باليد يعني. بنعتبر الملكيول كيرل او بنطلق عليه اسم كيرل. لو كان لا ينطبق كان نوت دي يعني لا ينطبق على صورته في المرآة. يبقى اي مركب لا ينطبق على صورته في المرآة فبنطلق عليه كيرل كومباند. طيب استيريو سنتر يعني استيريو سنتر او استيريوجينيك او اسيمتريك كاربون. استيريو سنتر او الكيرل كاربون دي معناها هي الزرة اللي لو حصل اي تبديل لمجموعتين حواليها يديني الابوسيت كونفيجوريشن. يعني مثلا لو انا عندي مركب آر وبدلت اي مجموعتين. حواليني في كاربون مكان بعض. احصل على احصل على الايزمر اس. فخلينا نشوف كده اللي هو آآ الرسمة اللي قدامنا دي. آآ رسمة الايد اهي زي ما احنا شايفين والرايت هاند. لما بنحط الليفت هاند كده ونشوف صورتها في المرآة بيطلع علينا يعني هي صورة اللي هي ايه يعني كأنه هو الصور المرآة اليد اليسرى في المرآة بتطلع صورتها ايه صورة ايه آآ رايت هاند. طيب حكاية ان الجسم لا ينطبق على صورة المرآة يعني لو مستفنة الايد اليمين والايد الشمال كده بنفس الطريقة دي زي ما موجود في الصورة كده هلاقي ان الاصابع لا تقابل بعضها يعني لا ينطبقوا على صورته يعني ايه بهان يقابلوا اللي هو ايه اللي هو البنس اللي هو الصبع الصغير طيق يعني يعني ما هو ما فيش كل كل صابع ما يقابلوا ايه الاصبع ايه المشابل دي. فوعشان كده يعني في بعض المركبات تشبه علاقتها ببعضها علاقة اليد اليمنى باليد اليسرى. انها عدم انطباق اليد اليمنى على اليد اليسرى يشابه عدم انطباق بعض المركبات على صورة ايه في المرآة. فلو مسلا اخذنا صورة الكونيكال ده مسلا كونيكال فلاسك ده صورته في المرآة. ده ده ينطبق على صورته في المرآة. فلو انا عندي مركب ينطبق على صورته في المرآة بنقول عليه ده اكايرال كومباوند. وفي الحياة بنلاقي ان في حاجات بقى مركبات بتبقى وفيه وكمان في الاشياء اللي حوالينا زي ده طبعا ده مش مركب ده من الاشياء يعني. الاشياء اللي حوالينا فيه منها يبقى من زي اليد كده دي اما ده بيعتبر هو فلما نشوف مركب زي اللي هو محطوط على اليد ده كده عندي مركب هنا متصلة باربع مجموعات مختلفين ده اماينو اسب اماينو اسب لما نشوف صورته بقى في المرآة كده بنلاقي ادي الار صورتها هات الكاربون صورتها بتنعكس هنا تنعكس هنا الهايدروجين بتنعكس هنا لو حاولنا نشيل المركب ده ونحاول نعمله انطباقه على صورته في المرآة دي لم ينطبق هنلاقي الار دي هي اللي هتيجي تنطبق هنا على الاتش يعني مش هتبقى يعني زي كده لما نيجي نقض اليد اليمنى على اليد اليسرى لا ينطبقه فعلاقة الجزيء ده الانانتيومار دي انتيومار ار وانانتيومار اس احدهما ار واحدهما اس لا ينطبقه على بعض كعلاقة عدم انطباق اليد اليمنى على اليد الايه اليسرى خلينا نشوف ايه بقى يعني طريقة التسمية يعني بيهمنا من موضوع ده ان انا ازي حدد الايزمار اللي عندي ده هو ايزمار ار ولا ايزمار اس يبقى الايزمار اس دي ار استيريو ايزمارس نوع من الايزمارات الفراضية اعبارة عن ايه اه صورة ايه صورة مراية بالنسبة لبعضها برضو عندنا النزام التسمية اللي هو كان اسامي العلماء اه اللي عملونا نزام التسمية ده عشان اطبق النزام ده لازم اكون عندي الزرة اللي هطبق عليها متصلة باربع مجموعات مختلفة الزرة دي بيوفق علي اسم الكايرة الكاربون وكمان بقى اطلب على الايزمارس دي ان هي ايه 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 ايزمارس وبقى اقول المركب بتاعي ده بيبقى اكتف ايه ان هو بيحرك مستوى الضوء المستقطب يمينا او يسارة له نشاط ضوئي اه وعدد الايزمارس اللي المركب ده بيكون اتنين قس ان حيث الان دي هي عدد الاس متر الكاربون ايه موجودة في الايه في الجزء بتاني وبالتالي بقول انا عندي هنا ايزمارس احدهم اسمه الار والتاني اسمه الاس اه وهنشوف طريق تحديدها الار ده معناها ان هو الاس هو عبارة عن كونتر اول هو ايه عكس عقاري بالساعة دوران مع عقاري بالساعة ار عكس عقاري بالساعة يبقى اه اس اه هنشوف بقى ازاي بنعمل الموضوع ده ان انا لو عندي مركب بيحتمى على اربع مجموعة مختلفة هبدأ ارقامهم واحد اتنين تلاتة اربعة اه حيث من من حيث بحيث بحيث ان يبقى رقم واحد هي تاخد الاعلى في يعني اللي هي ليها اعلى اتوميك نمبر عليها الى اتنين تخد رقم واحد يبل اه يبقى الهايуется ابني هو ايها هتاخد رقم واحد واللاو استبرايوريطي هتاخد ستاخد رقم اربعة يبل ان رقم المجموعات المتصلة من واحد الى اربعة حيث رقم واحده تبقى الهاي البرايوريطي هو ارقام اربعة هلاو استبرايوريطي ونبدأ بنشوف هنحط المراكبة لو انا عندي موضل للجزيق ده فبمسك الجزيق بالشكل اللي انا اخلي رقم اربعة دي هي البعيدة او اللي هي ليست في اتجاه النظر يعني ليست في اتجاهي يعني تبقى بعيدة عن عيني ويبقى الواحد واثنين وثلاثة هم القريبين مني طب هعمل ازاي ده في الورقة هنشوف بقى الكلام ده يبقى واجه الموليكيول بحيث ان الجروب اللي ليها رقم اربعة تخليها بعيدة عنك بعدك ترسم يعني ترسم سهم كده يعني سهم وهمي من واحد باثنين وتشوف اتجاه الدوران هل الدوران هيبقى معها قارب الساعة لو انت ماشي بالشكل ده واحد اتنين تلاتة ماشي كده فانت في الحالة دي هتبقى ده الايزمار ار طب لو رسمنا السهم الوهني ده واحد اتنين تلاتة وليقينا لاتجاه عكسي عقارب الساعة فده يبقى الاتجاه اللي هو الس انتي مار يبقى في الحالة دي لازم تكون رقم اربعة اه هنشوف الحالة الاولى. لو انا المركب بتاعي متمثل في الابعاد التلاتة كده اللي هو في و لقيت ان رقم اربعة ممثلة ده كده يعني ده اللي هو الخط المنقط مسلس كده نلاقيه من نقط او خط داشد كده في الحالة دي بقول ان خلاص انا من طبق مع الحالة الاولى. ان المركب بتاعي مرسوم بحيث ان الرقم اربعة يبقى انا عندي هنا رقم اربعة هي فعلا يبقى هو انا طبعا الحالة دي طيب اول ما شوف بقى عندي متصلة باربع مجموعات مختلفة ارقم واحد لاربعة واحد هنا عندي يبقى خلاص ده موجود في المجموع السبع يبقى ده اكيد اللي هو الاول ما شوف هايدروجين قدي له رقم اربعة لان ما فيش حاجة اقل من ايه من هايدروجين يعني. وانا تبعي الحالة الاولى ان انا اربعة تشير بعيدا عن عين المشاهد. عرفناها ازاي? ان انا عندي ايه ممثلة بمسلس منقط كده. اهو. الحالة دي. انا عرفت ان دا ايه موجود فعيد عن عين المشاهد. طيب. وابدأ احدث. اعطينا رقم واحد للي اعلى اتومك نمبر هو بدينا رقم اربعة للوست اتومك نمبر اللي هو ايه الهايدروجين. طبعا دي الميسايل ولا الايسايل? لا طبعا هكون الايسايل هي اللي بيها عن ايه الميسايل فهتاخد رقم اتنيني. واحد اتنين تلاتة. وابدأ ارسم ساهم وهمي من واحد لاتنين دي تلاتة واشوف اتجاه الايه الدوران. الاقي اتجاه الدوران ماشي ازاي? ماشي. ايه ده يعني ايه? عكس عقارب الساعة الساعة. فيبقى الايزمر اس. طب لو انا عايز ارسم الايزمر ار بدون تبديل بدون اي حاجة لو حطينا نرقاة وهمية هنا. وجبت صورة للنرقاة. اتفقنا من الار والاس علاقتهم ببعض علاقة الجسم وصورته للنرقاة. هنرسم الكربون وارح هيسم على طول. اول صورة تظهر عندي. هيدروجين الصورته اهير. اي ار صورته. بعدين ايسايل صورتها ايه? الميسايل صورتها ايه. كل مجموعة هتنعكس صورتها الجيهة المقابلة. في الشكل ده. او ابد المجموعتين مكان بعض. هحصل على في الحالة دي. هنا كمان اتجاه الدوران ازاي? اهو واحد اتنين تلاتة. لاي اتجاه الدوران في الحالة دي. مع معقر الاستعمال. طيب اه لو خدنا مثال تاني. عندي مثال هنا وهو واحد برومو ثلاثة بنتانول. هنحدد اه نشوف الاول الكاربون عندي هنا عندي اسيمتر الكاربون. ايوة عندي لان عندنا هنا كاربون متصلة باربع مجموعة مختلفة واحد اتنين تلاتة اربع. اه اللي هو الايسايل والايتايل. اعلى من او او اكسجين اعلى من منهم كلهم هيبقى واحد. اقل حاجة هو ايه? وطبعا انا طبعي الحالة ان او او موجودة بعيدا عن عين المشاهد وعرفنا ده منين? ان هي ممثلة بهادش دواجش. كده اللي هو اللي هو المسلس المنقط ده او او حسب ما تيجي عندي ربطة المنقطة كده او مسلس المنقط كده. اه وبعد كده احددي بقى واحد الاكسجين اربعة ليلهايدروجين. بعد كده تيجي المجموعة اللي هي الايسايل دي رقم اثنين. وتيجي رقم ثلاثة اللي هي الايسايل. وابدأ اشوف الدوران ده. ارسم خط وهمي من واحد الاثنين لتلاتة. طب انا همشي ازاي? همشي كده? ولا مشي كده? لا. لو مشيت كده فانا كده هعدي على رقم ثلاثة وبعدين اروح لاثنين. لا. لو مشيت كده غلط. يعني لو مشينا واحد وبعدين كده تلاتة. لا. ده كده الدوران كده اتجاه غلط. منفعش ابقى ماشي واحد وارح جاي على ثلاثة. لا. ده يعني مش مسلوح. طب امشي ازاي? واحد اثنين ثلاثة. لو مشينا كده خلاص يبقى احنا في ايه في الاتجاه تعقارب الساعة. تمام يعني. يعني هنا اقدر اعد ايه. لو انا مريت في طريق كده واحد. ومرنا بالكاربون رقم اربعة. ده مفيش في مشكلة. يعني لان دي اصلا لو انا مسك المودلز انا مش عرضي على ولا حاجة. يعني لان هي بعيدة اصلا معين مجاهدة. ولكن انت هنا عشان بتتشتغل على الورقة فهي دي المشكلة. فانا لو عدينا من واحد ومرنا باربعة ده مفيش في مشكلة خالص وصح. صح تماما. لان انت في الحقيقة لو انت مسك المودل بتاع المركب آآ هيبقى الرقم اربعة دي بعيد عنك وهتمر من واحد باتنين ثلاثة. اما لو جيت تعدي كده واحد وتلاتة وكلهم كلهم في اتجاهك. ما ينفعش اتعدي على واحد بعين تلاتة وبعدين اتنين. لازم يبقى واحد اتنين تلاتة. بالشكل ده. يبقى المرور كده ده مش مزبوط. اما لو مردنا بالشكل ده واحد وبعدين هتقابلنا اربعة دي هي في الحقيقة ما قابلتناش ولا حاجة. ولكن على الورق آآ لازم يكون عندي تخيل ان الاربعة دي هي بعيدة عن عيني انا ما مردش عليها ولا حاجة. يبقى واحد اتنين تلاتة ده هي الار. طيب الحالة التانية بقى الحالة الاولى ازا كانت رقم اربعة بعيدا عن عيني المشاهد سعلا. طب لو كنت هي في رمزة لو ما كانتش بعيدة عن عيني المشاهد اعمل ايه? عشان اقدر احدد الار والاس. في الحالة دي آآ خلينا نشوف المسال ده اللي هو آآ عندي كاربون اتوم متصلة باربع مجموعات مختلفة وعايز احدد الار والاس. والايلة. واحد اتنين اي سايل ثلاثة من اي سايل اربعة الهايدروجين. رقم اربعة اللي هي الاوست برايورتي. عرفناها ليه? ان هو عرفناها ازاي ان انا عندي المسلس المنقض ده متصلة بيه رقم اربعة. وانا كنت عايز ان يكون رقم اللي هو المتصل بالخط المنقض ده تكون هي رقم اربعة مش تكون رقم تلاتة ايه. فاذا هنا ما اقدرش اقول ايه? ان انا همر واحد اتنين تلاتة وامشي كده. يعني لو مرنا كده مش هيهيني يكون فجريش انا صح. في الحالة دي هعمل ايه? هروح مبدل اربعة مع تلاتة. ابدل اربعة مع تلاتة. في الحالة دي زي ما عملنا كده في المركب ده. جبنا تلاتة مكان اربعة. لفينا الجزء بهيس خلينا تلاتة هنا واربعة هنا. وابدأ اشوف اعمل سهم وهمي. واشوف واحد باتنين باتلاتة. انا مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة? فهنشوف كده واحد اتنين تلاتة. كده? انا مع عقارب الساعة صح? الدوران مع عقارب الساعة. يبقى ازا ار. طيب بس انا كنت عامل اصلا تبديل ما بين تلاتة واربعة. يبقى قبل التبديل كان ايه? با ازا هو ليس ار ولكن تاني انا الحالة الاولى اني يكون عندي رقم اربعة موجودة بعيدا عن عين المشاهد فبالتالي بحدد واحد اتنين تلاتة اربعة المجموعات بتاعتي وارسم سهم واهمية مر من واحد الاتنين بثلاتة. ازا طلعنا الاستهم ده اتجاه مع عقارب الساعة هيبقى عندي ار كونفبيريشن ازا كان عقارب الساعة فهو الاس كونفبيريشن. ودي الحالة الاولى. طب الحالة التانية. الحالة التانية ازا كانت رقم اربعة ليست بعيدة عن عين المشاهد. في الحالة دي بحتاج اعمل تبديلة. ابدل رقم اربعة مع المجموعة الموجودة بعيدا عن عين المشاهد. هو برضو ارسم سهم واهمية مر من واحد لاثنين لتلاتة. فواشوف الكونفبيريشن. الكونفبيريشن اللي هيطلع عندي لازم اعكسه. ليه اعكسه? لان انا كنت عامل تبديل. حنشوف. اه مثال او او طريقة تانية لرسم المركبات لو لو غالي انا مثلا خلاص شفنا كده طريقة تمثيل المركبات. اما انها كن. او تكون عندي تمثيل الجزيء بشكل اسمه الفيشر بروجيكشن. فيشر بروجيكشن عبارة عن تمثيل الجزيء بشكل كروس بالشكل ده عبارة عن خط رأسي وخط افقي. الخط الرأسي يمثل البونز اللي هي الروابط البعيدة عن عين المشاهد. والخط الافقي هو عبارة عن البونز او الروابط اللي هي بتوشير اه للا ايه قريبة من ايه من عين المشاهد. يبقى الهوريزونتل الى بتوشير قريبة من عين المشاهد. اما الفيرتكال الرأسية هي البعيدة عن عين المشاهد. طيب احنا قلنا ان رقم اربعة دايما لازم ايه الاساس بتاع كان انه بيخلي رقم اربعة موجودة بعيدة عن عين المشاهد. بعيدة عن عين المشاهد يبقى انا هنا عايزها لي. اما تكون موجودة تكون موجودة يعني في الخط الرأسي. لازم تكون موجودة في الخط الرأسي عشان يديني الصح. فهنا عندي الحالة الاولى. اه لو عندي جزيء ممثل بشكل فشر بالشكل ده اللي هو شكل ده. اه هنحدد برضو المتصلة بزارة الكربون اللي هي في النص دي. الكلور طبعا هتاخد رقم واحد لان دي اعلى حاجة في في الموجودين. هيبقى رقم اربعة. بعد كده عندي مجموعة ومجموعة الايطايل اعلى هتبقى تاخد رأيطايل رقم تلاتة. خيب. هل الهايدروجين موجود بعيد عن عين مشاهد على طول. اول ما لقيمه موجود في الخط الرأسي يجي في بالي الايه الرسمة دي على طول. الخط الرأسي هو الخط الايه البعيد عن عين المشاهد. ففعلا رقم اربعة موجودة بعيد عن عين المشاهد. ابدأ ارسم ارسم سهم وهمي يمر ما بين واحد لاتنين لايه تلاتة. هنلاقي ان السهم ده متجه كده يعني ار. موجود كده يعني ايه انا كده هتجاه مع قريب الساعة هيبقى الار طيب نشوف المسال التاني لو انا عندي. هنا رقم اربعة كمان موجودة في الخط الرأسي ونفس الجزئ ولكنه لو لاحظنا كده. لو رسمنا نرآة. بين الجزئين دون. هلقي دون صورة نراية بالنسبة البعض. زي ما قلنا الار والاس ار. يعني صورة نرآة بالنسبة البعض. الجروب منعكسة هنا. اه لو شفنا هنا لو جينا بقى نشوف يعني من غير ما نشوف على قول طالما انا اخدت صورة مرآة هيطلع لي العكس. لكن نشوف اتجاه الدوران واحد لاثنين لتلاتة اهو. الشكل ده هنلاقي ان هو في اتجاه عكس عقاري مساعة. ازا هو اس. طيب الحالة التانية اه من تمسيب الجزئ بشكل فشر ان يكون عندي رقم اربع لا تشير بعين على عين. يعني موجودة في ال اي في الهوريزنتل لاين. او الهوريزنتل البوند اللي هي ايه الرقطة الافقية. ربطة الافقية اللي هي اللي تشير قريبة من عين المشاعة. في الحالة دي لازم هعمل تبديل. وبالتالي هعمل تبديل. اذا ازا هعكس الكونفجوريشن اللي هوصلني. فخلينا نشوف كده. عندي زر كربون متصلة به. ميثايل. ميثايل. بو اتش. هيدروجين. اول ملاقي الهايدروجين على طول ادي له رقم اربعة. اه رقم واحد هتكون للاكسجين. هو عشان هو ده اعلى من اي من الكاربون. وبعد كده عندي الميثايل والايثايل. طبعا ايثايل تاخد رقم اتنين والميثايل رقم تلاتة. وابدأ اشوف انا عندي هنا الهايدروجين موجود. قريب من عين المشاهد. لا ابدأ ابدله. ابدله مع مين? ان ابدله مع الميثايل. وان ابدله مع الايثايل. يعني يبقى ثلاثة مع اربعة او اتنين مع مهم ان يكون بس الهايدروجين في الخط الايه? الرأسي. خلاص عملنا التبديل ما بين اه الهايدروجين وميثايل. وابدأ اعمل اتجاه الدوران بتاني. اشوف ادي واحد ودي اتنين ودي تلاتة. هلف ازاي? واحد اتنين تلاتة. اتجاه الدوران كده. مع عقاري بالساعة. لكن انا عامل تبديل. ازا الوريجنال كنباوند كان اس. كده هو كان اس. دي كانت يعني فكرة بسيطة عن الار والاس والاي والزد وانتو يعني اخدتوها قبل كده ولكن يعني عشان الناس اللي ممكن تكون بتتلحبط يعني او كده. وطبعا لو في اي امثلة نقدر نطبق فيها ونشوف اه يعني هي ان شاء الله بسيطة والس وهتفيدنا كمان في الدراسة الكورس بتاعنا وان شاء الله كونوا استفدتوا يعني. وشكرا.